مع بداية كل موسم شتاء تعري أول موجة من الأمطار فشل وفساد المسؤولين في العراق لا سيما أن الفيضانات ناجمة عن عجز خطوط تصريف المياه المتهالكة عن الأداء بعملها والتي باتت بحكم المعطلة إلا أن الأمر لم يمنع المسؤولين من تبرير فشلها بإيجاد الذرائع وسط تبادل للاتهامات ومع استفحال أزمة الفيضانات التي قطعت أوصال أكثر من تسع محافظات وأدت إلى حدوث وفيات وانهيارات لم تستثني المنازل والمدارس الطينية تبرر الجهات الحكومية ومن بينها أمانة بغداد فشلها بأن نسب الأمطار الغزيرة تفوق معدلات الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف المياه المتداعية رامية كرة الاتهام في ملعب بقية المسؤولين ومنتقدة طريقة إحالة المشاريع الخدمية السابقة لشخصيات غير كفوءة وفاسدة على الضفة الأخرى تهمت لجنة التغطيط في مجلس محافظة بغداد أمانة العاصمة بعدم التحرك ومعالجة أزمة السيول حتى وقوع الكارثة وحتى أن هذا التحرك الخجول لا يخلو من الاستعراض السياسي وعند ذكر الاستعراضات والدعايات الترويجية لا بد أن تظهر ميليشيا الحجد وهي المسبب الرئيس لمعظم أزمات العراق لتعلن الهندسة العسكرية نزولها الشوارع بمعدات وآليات تابعة للدولة أساسا في محاولة لتسجيل نصر صوري مقابل سجلها الأسود بانتهاكات حقوق الإنسان بيد أن ما يثير الدهشة أن استنفار من يحاول الظهور بصورة المنقذ يأتي بعد عام على تعهده بعدم غرق بغداد مجددا الآن بغداد بعد ما تغرج أنا أمطيك كلام والفضل لله يعود ولأمانة بغداد وللحج الشعبي بغداد بعد ما تغرج تهد إذا أسمعته في اليوم غاد تعالوا علي راجعون يقول لكم ليش ليش قلت بعد ما تغرج لا يبدو أن هذه الوعود وغيرها من التصريحات الأخرى تحرج أصحابها ليبقى العراقيون ضحية فساد وفشل إدارات حكومات متعاقبة فلا يلمس المواطن أثر الموازنات الضخمة المخصصة للبنى التحتية في بلد مهدد بالأساس بخطر الجفاف التام